نفذ وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى على ويناصر النوبة برنامج زيارات عيدية مميز للجرحى المعاقين في عدد من مديريات المحافظة ناقلا لهم تحيات وتهاني وتبركات القيادة السياسية ومعبرا عن فخره واعتزازه بزيارتهم إلى التفاصيل في إطار الزيارات العيدية التي ينفذها وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى على ويناصر النوبة والتي تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى التاسعة لتحرير عدن من ميليشيات الحوثية الإنقلابية قام الوكيل النوبة بزيارة عدد من الجرحى المعاقين في عدد من مديريات محافظة عدن ضمن برنامج يستهدف الجرحى المعاقين في مختلف المديريات الوكيل النوبة وخلال الزيارة التي تحمل معها روح الاحتفال بالعيد والتذكير لتضحيات الأبطال نقل فيها تهاني وتبركات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقيادة السلطة المحلية في العاصمة الموقتة عدن ممثلة بوزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس لنا الشرف وكمثل العادة أننا ننزل إلى الأخوة الجرحى الأبطال في منازلهم المقعدين وننقل لهم تحيات وتبركات وتهاني القيادة السياسية والقيادة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك ويتواكب هذا العيد مع ذكرى التاسعة لتحرير عدن والمناطق المجاورة من المليشيات الإنغلابية الحوثية طبعا هذه زيارات نتشرف بها وهي لنا الشرف في أن نكون عيدا مع هؤلاء الجرحى الأبطال الذين يعتبروا هم أوسمة على صدورنا ونقول لهم برسالة وفاء نحن سنظل أوفيا معكم مثل ما كنتم أوفيا في الدفاع الجرحى الأبطال الذين شملتهم الزيارة عبروا عن سعادتهم بزيارة وكيل محافظة عدن مثمنين المجهود الكبير الذي يبدله الوكيل النوبة في تقديم الخدمات المجانية الطبية لهم خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخذها بخصوص الترقيات مما يعكس الاهتمام الحكومي بحقوقهم وتقديرهم نشكر الأخ الوكيل على هذه الزيارة القيمة للجرحى التي يقوم بها ودعمهم وعطائهم الروح المعنوية في الصحة والشفاء ونشكره كمان على المتابعات التي يقوم بها للجرحى من المستدامات الطبية والعلاجات والترقيات والترقيم والسفر للجرحى الزيارة التي قام بها وكل محافظة عدن للشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة والتي استهدفت الجرحى المعاقين تحمل معها روح الاحتفال بالعيد والتذكر لتضحية الشهداء والجرحى وهي تأكيدا على أهمية دورهم الوطني الذي عبر فيها عن فخره واعتزازه بزيارة الجرحى الأبطال من دول إعاقة واصفا ذلك بشرفه والوسام على الصدور مقدما امتنانه وتقديره لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الوطن لقناة عدن فضائية وضاح شليلي عدن